ونأخذ أول سؤال من حضراتكم الأستاذ أحمد من الهليوية أستاذ أحمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاذا جعل الله هذا العلم علمكم الوفير والعمل به في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب وتحياتنا لحضراتكم عالم جليل الله يرضى عنك أستاذ تفضل أستاذ فريق العمل المقرس دائما فعمله والنشاط نشاط دقوب نعم ولكم مننا جزيد الشكر على إتاحه مع حضراتكم أحمد عروج أرض الجنة غرب شكرا الخيمة أهلا ومسانة تفضل يا سيد حضرتك نحن نوفر مبلغ من المال في شورة دهب لحت حساب الحج إن شاء الله نضع الله عز وجل أن يكتبه لكل مشتاء إن شاء الله نعم فمر عليه الحوج فمر عليه زكاة طيب يا سيد شكرا على حساب التواصل وطيب الاستماع ده وخليك معايا أستاذ أحمد بس فضل يا سيد لما وفرت المال ده المال ده توصل لنصاب ولا لسه لا تعدى النصاب محضرتك لو جل نصاب مش هيكفي نفقات الحج يبقى هو هو وصل للنصاب دلوقتي يعني أكثر من 85 جرام ده أكثر من 85 بدليل أنه الحج بيتخطي هذا أنت ليس مجد لكش التأشيرة أنا على الله أنا مقدم بقى ودعواتنا جميعا مقدم إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله إن شاء الله طيب أنا أجاوب على حدثك أستاذ أحمد طيب أستاذ أحمد المال اللي أنت حضرتك وفرت به للحج ده إذا كان هذا المال لسفر الحج الحج الفريضة اللي أنت هتسافر لأول مرة وليس الحج الثاني أو الحج الثالث اللي هو حج الفريضة فهذا المال يكون جزء من الواجب عليك جزء من الواجب عليك بشرط إن المال ده اللي أنت بتضعه يبقى ده جزء من ما يجب عليك النفقة وإحنا عندنا نفقات دايما الواجبة بتخصب من اللعاء الزكوي يعني الأشياء الذي للأشياء الواجبة بتخصب من اللعاء الزكوي أما المال اللي أنت بتجعله للحج الثاني أو لحج النفر ما بيبقاش للفرض الذي عليك يبقى أنت كرجل اتدخل مالا لكي يشتري به شيئا للطهارة فبيخصم من اللعاء الزكوي دات لأنه من أجل فعل العبادة زي بالضبط الواحد لما يكون عنده دار أو يكون عنده بيت للقنية ده ما بيخصم ما بيكونش من اللعاء الزكوي لكن لو كن المال دوت أنا بتدخره ويطلع بيه الحج أو ما طلعش لا يعني لو اتيسر الحج أطلع لو ما تيسرش الحج أو أصرفه لو دور تفعل ثمن الدهب هبيعه لا يبقى عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحور يبقى الأمر ده دقيق ورزيك أنا ذكرت لحضرتك بهذا التفصيل لأستاذ الله نعم